اعلنت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين انها تتابع ببالغ الاهتمام حالة المصابين في حادث تصادم قطاري سهاج متمنية لهم الشفاء العاجل وعربت التنسيقية عن تعزيها لذوي ضحايا الحادث الاليم مؤكدة انها مستمرة في مراقبة الاداء الحكومي في التعامل مع الحادث وتدعياته وكذلك الكشف عن كافة الحقائق في التحقيقات بشفافية ونزاها كما اكدت ان كافة الادوات الرقبية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين في الحادث دعية جموع الشعب المصري العظيم لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصاب حادث القطار